تعالوا بقى نروح على ما نشرته Associated Press الكل النهاردة بيتكلم عن اللي حصل الكرسى المتبحة متبحة مكتملة حقيقية لا تخطئها عين ولا ينكرها عقل لا يستطيع العقل أن ينكرها فما بالك بالقلب الممتلئ بالعاطفة الإنسانية اللي حصل في مستشفى جنين قوة إسرائيلية تحت التنكر زي ما حضراتكم شايفين دخلوا بالسلاح بتاعهم عملوا نفسهم ستات عواجيس كبار في السن وعملوا نفسهم دكاترة ودخلوا على المستشفى في جنين ورحوا دخلين على سراير تلت شبان أتلوهم بعد ما عملوا هذا الشكل اللي نسميه كارت إرهاب مجموعة إرهابية دخلت علشان تقتل ثلاثة من شباننا في فلسطين وهم على أسرة المرض داخل المستشفى ويجي مجلس الأمن يقول لنا نحن لدينا قلق حول الأوضاع أديك شايفة هو واحد لابس الحجاب بيفكروني بالأخوة دي المسلمين والله العظيم فاكر لما كنا بنقفلش هم وما بيهربوا لابسين نقاب وحجاب واحد دخل لابس الحجاب واحد عامل دكتور واحد عامل مسن المرة الجاية هيستخبى يعمل نفسه واحد حامل ومجلس الأمن يقول لدينا قلق على الأوضاع الإنسانية في غزة في حاجة بقى تانية إنه تلاقي على نفس ذات الصياقة اللي التحاد الأوروبي بيعلق مساعداته للأنوروة عشان فيه تحقيق مع 12 أنا مش هكلمك على إنه 12 خدتهم الحمية الوطنية ولا ما خدتهمش أنت بتعاقب الـ 12 ولا بتعاقب الفلسطينيين تعالي نسأل سؤال هو هذه المجموعة الإرهابية اللي دخلت المستشفى دخلت علشان إيه عشان تقتل ثلاثة ده هم كل يوم بيقتلوا 200-250 بني آدم بشكل يومي عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية تخطى الـ 26 ألف شهيد أنت متصور أنهم دخلين عشان يقتلوا ثلاثة ولا متصور أنه رحمة الله عليهم نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء دول ثلاثة من القيادات الحمسوية دول ثلاثة شبان هم أبطال في النهاية شهداء بس ده ثلاثة صغيرين لا أظن أنهم تخطوا العشرين حتى نايمين على السرير جرحة ومرضى أنت انسى بقى قصة بص ما هو اللي ضرب المستشفى المعمداني هيعمل كده أنا بصوا يا جماعة مسألة أنه يضرب بالطيارة ولا يضرب بالمدفع ولا يخش يصفي بمدفع رشاش واحد إرهاب وقتل عمد تعدي على المستشفيات عمد قتل المدنيين عمد مسألة مش كده مسألة لازم تنسأل نفسنا كده يا ترى هل ترى العملية دي بالتحديد هذا الشكل إيه المراد عايزين يقولوا إيه طيب تعالى نفكر كلمة شهد دي لي بقى مسحة وفرصة يونس ولا نقطيل وعد عشان عندنا فقرة حلوة حلاوة بقى هدف منتخابنا في كورة اليد منورنا ورئيس للتحدي والمدير الفني حدوتة فيه ليه لا يعني لكن لازم نفهم اللي بيحصل مشهد جنين ده ليه فكك الصورة بقى قطاع غزة تحت الاحتلال أولا لأ الإجابة القاطعة طبعا جيش الاحتلال يدخل في غزة ويخرج من غزة كيفما شاء أولا لأ يتم استهدافه من المقاومة ده طبيعي ولا المقاومة الحق في استهداف جيش الاحتلال وبالمناسبة هذا معترف به في العالم الأمم المتحدة معترفة أنه لأي شعب حق مقاومة الاحتلال كان يقدر جيش الاحتلال يخش لا بسميري ويحصل المستشفى ويضرب نار في الهوى ونار على الأرض ويضرب الناس في ساحة المستشفى ودخل أسوارها ويطلع يضرب خزة يفضي خزة على الناس جوه أولا لأ كان يقدر هيحصل تصدي بقى من المقاومة مش هتلحق المقاومة تجيله دي قصة تانية لكن يقدر الله طب ما عملش كده ليه وعمل الحركة دي ليه اللقطة دي هذا المشهد ليه تعالي نفتكر مع بعض الأخ يوسف اللقاعد هنا ده قالك بين يميننا تانية وعايز حاجة من اتنين لو ما كانش الاتنين على بعض واحد إنه يعمل عملية كوماندوس كده ويروح داخل جايب الأسرة بتوعه من عند المقاومة ويرجع بيهم بنصر مؤذر يعني عملية عسكرية وكوماندوس وعيال ملسامة ومموهة وملاونين وشهم وبتاع باللسود ويخشوا ويعملوا عملية قوية جدا ويجيبوا الأسرة ويرجع بيهم فيقف بين يميننا تانية وامام الكنسة باعتباره صاحب النصر المؤذر ريتشارد قلب الأسد بتاعهم دي حاجة الخيار التاني اللي قدام بين يميننا تانية إنه يغتال القيادات العسكرية بتاعة الحركة السنوار ضيف إلى أخير الحية طب وهل فلح يا بن يمين؟ إلهي لا يفلح لا فلح ولا هيفلح ويا رب ما يفلح إذن هذا الرجل قدام الكنسة وقدام الكابلت مجلس وزراءه سيبك من مجموعة المتشددين المجموعة التانية اللي في مجلس الوزراء بتاعه هي الحكومة الأكثر تشددا الأكثر وحشية بس حتى المتوحشين ما بينهم ما بين بعض متخنقين أنا بكلمك هنا على الحكومة سيبك بقى من المعارضة دلوقتي هو قدامهم فاشل قدام أجهزة الاستخبارات بتاعته فاشل قدام جيشه فاشل قدام رأي العام بتاعه فاشل فيقوم يعمل هذه الكارثة الخائبة فهي كارثة بحقنا إنه هي قتل عيالنا وهم على أسرة المرض خائبة لأنه خائب خائب الرجل راح يتخفى في زي ست وفي زي مسن وفي زي دكتور عشان يعمل عملية ويطلع يجري فيقف قدام رأي العام ويقول لهم بصوا حتى في دي فاشل يا فاشل أفشل من محمد مرسي والطينة من العجينة فيردع قدام رأي العام بتاعه ويقول لهم بصوا هو ده تصوروا أنا عملت إيه؟ أنا دخلت قتلت تلاتة من المقاومة قتلت تلاتة من حماس وخرجت بالمجموعة والمجموعة بتاعتي خرجت سالمة فيظنه ظنن خائباً أن الرأي العام عنده هيستقبل ده ويزغرات له إطلاقاً ده لسه متشفي في الكنسة من كام يوم في غير حضوره بس متشفي اتشوح عالجنبين كده هو وحكمته يظن أنه هيرجع لحكمته وأجهزته أو يقف أمام المعارضة يقول لهم بصوا أنا أهو المعارضة هتاكلوا لأنه أول حاجة هتتقاله لأنت عارفت تجيب الأسرة ولا جثامين الأسرة اللي تقتلوا بسببك لأنك قسفتهم عمياني فتقتلوا بطيارات بتاعتنا من عندهم مش بتاعتنا أحنا طبعاً والعيزوا بالله يعني هما هيقولوا كده ده تقتلوا بطيارات جش الاحتلال ده تقتلوا برصاص جش الاحتلال ده عاية عمياني ده أنت مش عارف لا تجيب جسامينهم ولا تجيب الأحياء ولا عارف تجيب قيادات الحركة ولا عارف تجيب ولا عارف تقضي على المقاومة في القطاع ووعدت بالقضاء على الحماس وفشلت وعدت بالقضاء على المقاومة وفشلت وعدت يا عابي أنك هتخلي القطاع وفشلت لكن يبقى سؤال واحد كيف يرى العالم السوشيات براس ولا غير ويسيبك بقى من الوكالات يا ترى هل ترى إيه تعليق البيط لابيض على ده طب وإيه تعليق عشرة داونينج ستريت على ده مقر رئيس الوزراء البريطاني إيه تعليق شولتس على داف ألماني إيه تعليق الطلاينة والفرنسويين إيه تعليق الكل وكيف يرى الاتحاد الأوروبي ذلك في ظل تعليقه للمساعدات أو للمنح أو المساعدات المادية للأنوروة اشتركوا في القناة وكيف يرى الاتحاد الأوروبي ذلك